تحتفل كل من مصر وروسيا الاتحادية بذكرى مروري 80 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبهذه المناسبة تبادل وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خطابات التهنئة والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات وتوصيق أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والروسي وتعبيرا عن قصصية هذه المناسبة فقد تم إضاءة ممنى وزارة الخارجية بكلمات مصر وروسيا 80 عاما وكذلك إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية